أتصرف في وحدات قيس المساحة الجزء الثاني حل مسائل للعم صابر قطعة أرض قيس مساحتها بالهكتار أربعة قصمها إلى قطع صغيرة قصد استغلالها في زراعات مختلفة أبعادها وفق ما يبينه الجدول أحسب بالهكتار مساحة كل من القطع الأربع الأولى لحساب مساحة القطعة الأولى نقوم بإجراء العملية بحساب المتر المربع ثم نقوم بتحويلها إلى الهكتار مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض 10.3 في 70.6 يساوي 727.18 متر مربع يساوي 0.072718 هكتار لحساب مساحة القطعة الثانية يجب أولاً أن نبحث على قيس ضلعها محيط مربع يساوي الضلع في أربعة إذن الضلع يساوي محيط مربع على أربعة 224 متر على أربعة يساوي 56 متر هو قيس ضلع مربع مساحة القطعة الثانية يساوي الضلع في الضلع يساوي 56 متر في 56 متر يساوي 3136 متر مربع يساوي 0.3136 هكتار مساحة القطعة الثالثة العرض أقل من الطول بإثنان فاصل ثمانية ديكامتر أي أن العرض يساوي ثمانية ديكامتر إذن مساحة القطعة الثالثة يساوي 10.8 في ثمانية يساوي 86.4 ديكامتر مربع يساوي 0.864 هكتار مساحة القطعة الرابعة لمعرفة المساحة يجب أولاً البحث عن قيس الطول والعرض للقطعة لدينا المعطيات التالية الطول يساوي ضعف قيس العرض أي يساوي عرض زائد عرض المحيط يساوي طول زائد عرض في إثنان أي المحيط على إثنين يساوي طول زائد عرض أي 5.4 على إثنين يساوي 2.7 هكتومتر يساوي الطول زائد العرض 2.7 يساوي ثلاثة عرض إذن العرض يساوي 2.7 على ثلاثة يساوي 0.9 هكتومتر أما الطول فيساوي ضعف قيس العرض أي 0.9 في إثنان يساوي 1.8 هكتومتر وبالتالي مساحة القطعة الرابعة يساوي 0.9 في 1.8 يساوي 1.62 هكتومتر يساوي 1.62 هكتار لأن 1 هكتومتر مربع يساوي 1 هكتار أثبت أن مساحة القطعة الخامسة بالمتر المربع يساوي 4752.2 مساحة القطعة الخامسة يساوي المساحة الجملية لقطعة الأرض ناقص مجموع مساحات القطع الأربعة 4 هكتار ناقص 0.72718 هكتار زائد 0.3136 هكتار زائد 0.864 هكتار زائد 1.62 هكتار يساوي 1.129 ألف 682 هكتار يساوي 11.296.82 متر مربع رابعاً لإحدى البلديات قطعة أرض مستطيلة الشك قيص محيطها بالمتر 368 وقيص طولها يزيد عن قيص عرضها بـ 26 متر هيأتها حديقة عمومية فغرست المناطق 1 و 2 و 3 و 4 كما هو مبين بالرسم عشباً أغضر وشجيرات زينا وتركت ما تبقى ممرات المترجلين ومكاناً دائري الشكل لنفورة تتوسط الحديقة المناطق 1 و 2 و 3 و 4 لها نفس المساحة تقدر الواحدة بخمس أي واحد على خمسة أجزاء المساحة الجملية للأرض تقدر المساحة المخصصة للنفورة بـ 6.53 ديكامتر مربع أحدد بعدي هذه الحديقة العمومية لتحديد بعدي القطعة يجب اتباع الخطوات التالية نعلم أن محيط المستطيل يساوي طول زائد عرض في 2 المحيط على 2 يساوي طول زائد عرض أي 368 على 2 يساوي طول زائد عرض يساوي 184 إذن لمعرفة الطول والعرض نقوم بطرح 26 من 184 لأن قيس الطول يزيد عن قيس العرض بـ 26 متر وقسمة النتيجة على 2 لنتحصل على قيس عرض القطعة أما طولها فيزيد عن قيس العرض بـ 26 متر قيس العرض يساوي 184 ناقص 26 على 2 يساوي 79 متر قيس الطول يساوي 79 زائد 26 يساوي 105 أمتار أثبت أن المساحة المخصصة تساوي 10.06R المساحة الجملية تساوي 105 متر في 79 متر يساوي 8295 متر مربع يساوي 82.95 جيكا متر مربع أو R مساحة كل قطعة من القطع الأربعة تساوي 82.95 على 5 يساوي 16.59 ديكا متر مربع المساحة الجملية للقطع الأربعة يساوي 16.59 في أربعة يساوي 66.36 ديكا متر مربع مساحة الممر يساوي المساحة الجملية للحديقة ناقص المساحة الجملية للقطع الأربعة ناقص مساحة النافورة 82.95 ناقص 66.36 ناقص 6.53 يساوي 10.06 ديكا متر مربع على R أقيم مكتسباتي عرض باعث عقاري على مهندس وكالته مشروعا لتهيئة قطع أرض مختلفة الأبعاد وطلب منه أن يعد لها تصاميم معتبرا كل عشرة أمتار في الحقيقة 2 سنتيمتر على التصميم أبحث عن الأعداد المناسبة لفراغات الجدول نقوم بتحويل جل المساحة إلى حساب المتر مربع من ثم نكمل تعمير الجدول القطعة واحد المساحة 96R يساوي 9600 متر مربع إذن العرض يساوي المساحة على الطول يساوي 9600 على 120 يساوي 80 متر القطعة اثنان المساحة 0.63 هكتار يساوي 6300 متر مربع إذن الطول يساوي المساحة على العرض يساوي 6300 على 70 يساوي 90 متر القطعة الثالثة المساحة 82.08 ديكا متر مربع يساوي 8208 متر مربع إذن الطول يساوي المساحة على العرض يساوي 8208 على 76 يساوي 108 أمتار أحسب مساحة كل قطعة على التصميم بحساب السنتيمتر مربع لمعرفة كل من الطول والعرض على التصميم بحساب السنتيمتر نقوم أولاً بالبحث ومعرفة كم من عشرة أمتار موجودة في كل من الطول والعرض الحقيقي بالمتر أي نقسم في كل مرة الطول على عشرة والعرض على عشرة ثم نضرب النتيجة في إثنين لأن كل عشرة أمتار في الحقيقة إثنان سنتيمتر على التصميم القطعة واحد الطول بالسنتيمتر يساوي 120 على عشرة في إثنين يساوي 24 سنتيمتر العرض بالسنتيمتر يساوي 80 على عشرة في إثنين يساوي 16 سنتيمتر القطعة اثنان الطول بالسنتيمتر يساوي 90 على عشرة في إثنين يساوي 18 سنتيمتر العرض بالسنتيمتر يساوي 70 على عشرة في إثنين يساوي 14 سنتيمتر القطعة الثالثة الطول بالسنتيمتر يساوي